قبل السابع من أكتوبر لم يكن سكان غزة يهتمون بهذا الحطب بهذا القدر من الحاجة لكنه اليوم أصبح عملة نادرة ووسيلة لإنقاذ حياة الكثيرين هنا في دير البلح وأمام أكوام الحطب هذه يجتمع هؤلاء بحثا عن مصدر للدفء والأمان حيث يواجه السكان نقص الوقود والغذاء والماء ليعكس ذلك الواقع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر العفيفة كان عندي حطب في الدار وشفت الوضع هيك صعب ووضع الناس ولا في غاز ولا في حطب حتى الحطب يعني قليل مش متوفع فقلت خلينا نبيح حطب في السوم حملت الحطب لعندي زي ما انت شايفت جبتها أنا برخص لثمانية لأن الناس لا في مصارع ولا في شغل ففي ظل البرد القارس وأثار الصراع المستمر ترسم الحرب هذه الملامح التي تجمع أنفاس الأمل للاستمرار في الحياة والتغلب على اليأس المفروض نتيجة الحصار الأزمة البعيشة غزة والحصار العليء وأزمة الصلار والبنزين والغاز والأكل فطرنا من قلة الغاز طبعا نشرح حطب نعمل أكلنا على الحطب وخبزنا على الحطب يوم نقول له عايش نريدنا على الحطب تقريبا واستهذه الأوضاع الصعبة يلجأ السكان إلى قطع الأشجار للحصول على الحطب من أجل تدفئة منازلهم وصغارهم وطهي طعامهم ليظهر هؤلاء الناجون بإصرارهم وصمودهم أمام تلك الظروف القاسية في انتظار بصيص من الأمل في زمن الحرب والمعاناة مع الحصار الإسرائيلي وحظر الوقود تعيش أمهات وأطفال في ظلام دامس ونقص مستمر في أساسية الحياة ففي ظل الحرمان يظهر الفلسطينيون إصرارهم على البقاء بالرغم من التحديات والمعاناة التي تسببت فيها الحرب هذا ما أساء على الخلاص لا غاز ولا كاز ولا الحطب روح بالأممنا هي من الشواري يعني أخذوا من عند الناس الحطب هذا من عند الناس جابوا من الصحرة جابوه عشان نخبز وعشان نعملنا كوبة الشامية ما فيش بالمرة نهائيا ولا خبز ولا أكل ولا شرب وحتى طحين ما فيش شيء قصة طحين كان حقه عشرين شيكا الآن صار مليون ونص قصة طحين بل وين من نجيب قاعدين لا شغلة ولا عاملة ولا واحد بعطينا حاجة بل وين نجيب مصاري نجيب طحين مأساة مأساة عن الله يتوصف يواجه سكان القطاع تحديات يومية خصوصا مع القصف الإسرائيلي الذي لا يبدو أنه سيتوقف لكنهم رغم عظم التضحيات التي بذلوها مصرون على الصمود ومواجهة السحاب شكرا